شهدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والمستشار محمد عبدالبهاب الرئيس الترفيذي للهيئة العامة للاستثمار توقيع اتفاقية شراء أصول بقيمة 630 مليون جنيه من شركة مصرية للاستثمارات الصناعية لصالح شركة سعودية للصناعات الغذائية ذلك في إطار الخطط التوسعية للشركة السعودية في السوق المصرية للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة وقالت الوزيرة إن توقيع هذا الاتفاق رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي يعكس ثقة المستثمر في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا